سؤال رقم 4 في سؤال رقم 4 طلب مننا جسيد متمن باستخدام معاقب الكهربائي أول شيء نبدأ بالمعاقب الكهربائي وهو تغذية المقاييس وتعلمون أن المعاقب الكهربائي يغذى بجهد 24 فولط مستمع لذلك واجب علينا إحضار محولة والمقاومة نستطيع إضافة المكاثفة نغذي المقياس الأول 50 ونغذي مقياس 51 كتلة واحدة كلهم يتغذون ب24 فولط مستمع بعدها يجب استعانة بمعادلة التنشيط والتخميل فمرحلة الابتدائية ينشطها مرحلة X53 في X5 بار زياد X20 كما تلاحظون المراحل وضعتها باللون الأحمر والشرط للانتقال باللون الأسود نبدأ في الترسيل أولا قلت لكم مرحلة الابتدائية ينشطها X20 أي نغذي التماس بالقطب الموجب ومخرج X20 نوصله مباشرة بO4 وO4 مربوطة بالوشيعات التنشير في حالة غلق X20 ينشط X50 مبار شرطا في هذه الحالة طبقت X20 وبقي لي X53 في X5 بار X53 كما تلاحظون مخرج F2 هي معادلة X53 مربوطة بO1 وO1 وO4 دارة مفتوح في هذه الحالة تصبح المعادلة X53 في الصفر لماذا الصفر؟ لأنه ما بين O1 وO4 دارة مفتوح إذن شرط الانتقال يكون ما بين O1 وO4 إذن هنا نضيف تماس مغلق في حالة راح أما التخميل X51 يخملها مقياس X50 أي نخملها عن طريق المخرج F1 ونربطه بالمدخل F3 وF3 ومدخل يتلقى التخميل من مقياس الموالي في هذه الحالة أنهيت المقياس الأول نذهب إلى مقياس X51 X51 ينشطها المقياس X50 نربط بهذا الشكل تصبح X50 في صفر دارة مفتوحة وما بين O1 وO4 نكمل شرط الانتقال X5 في X104 تماسيني على تسلس المفتوحين في حالة راح أما التخميل يخمله المقياس X52 أو X200 إذن تماس الثاني الذي بقي لي نربطه بالمدخل مسح الجامعي أو مدخل تخميل الجامعي في حالة تنشط X20 ينشط المقياس الأول ويؤتخم الباقي المراحل نذهب إلى مقياس 52 52 ينشطه المقياس X51 كما تلاحظون مربطين مع بعض على التسلسل مرفوق بشارط وصفر نربطها وصفر نضيفها بين O1 و O4 وننضيف إليها مثلث لكي نعرف أنه هذا هو ملتقط وصفر أما X53 X52 يخمل X53 أو X12 آخر مرحلة X53 ينشطها المقياس السابق X52 مرفوق بالشرط وهو M0 وX53 يخملها X50 إذن من F1 X50 نصلها ب A3 لX53 أو X200 وهو تخمين الجماعي هنا أنجزت المعاقب الكهربائي وفي سؤال رقم 5 طلب مني إكمال دارة تحكم ودارة الاستطاعة دارة الاستطاعة للرافعة ودارة تحكم لموزة الرافعة نبدأ في دارة الاستطاعة أهم نقطة أساسية في دارة الاستطاعة يجب أن تركز على فتحة تغذية بي أينما تجد فتحة تغذية بي ربط السهمين إذن مبوبي رافعة يربط بهذا السهمين السهم الأول يذهب الهواء إلى الغرفة الخلفية والسهم الثاني وهو تسريب الهواء دائما نركز على فتحة تغذية بي واربط رافعة حذاري أن تربط رافعة بهذا خطين وطلب مني كذلك إكمال دارة التحكم نلاحظ أنه يوجد ملمسين كيف نكمل هذا ملمسين نذهب إلى المتمن نلاحظوا X50 لا يوجد فعل X51 يوجد فعل وهو ديو ناقص أين هي ديو ناقص؟ وهو جزء الموجود في الموزة ديو ناقص يساهم في إدخال ساق رافعة في هذه الحالة هذا التماس يكون X51 نذهب إلى مرحلة بعد X52 كذلك يوجد فيها الفعل ما هو الفعل؟ الفعل هو كعام 22 أين هي كعام 22؟ إنها هنا في هذه الحالة نربطها بالتماس ونسمي في هذه الحالة X52 أما 53 لا يوجد فعل عندما يغلق التماس X5 أو X104 يمر التياه إلى O4 وبالتالي ينشط من قياس X51 وعندما ينشط X51 يعكس حالة التماسات X51 كما تلاحظون X51 في حالة راحة مفتوح وبالتالي يغلق عند غلقه يمر التياه بهذا الشكل ثم يذهب إلى دوء ناقص فتنعكس حالة الموزع وبالتالي يتم إدخال ساقة رافعة عندما يتحقق O0 ملتقى نهاية الشوطة رافعة O0 ينشط X52 ويخمل 51 وبالتالي يفتح الملمس X51 ويغلق الملمس X52 وبالتالي يمر التياه إلى كعام 22 وبعدها يدور المحرك ترجمة نانسي قنقر